السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلويات زبيضة اليوم ان شاء الله هنقدم لكم ليفخيت مثل المطاعم الكبرى بطريقة سهلة ناجحة ومبسطة كجيل ديضة ام قرمشة او ناشفة من الزيت اذا تابعوا معايا الفيديو اول شي كناخدوا البطاطس كنغسلوها ثم من بعد كنقوم بتقشيرها فالطريقة سهلة وسريعة كذلك لكن نتيجة رائعة كنحصل على بطاطس او ليفخيت روعة ثم بعدما كنقوم بتقشير البطاطس كنوضعها في اهل التقطيع البطاطس بحط طريقة ثم بعدما كنقطع البطاطس كنوضعها في الماء البارد فالطريقة هادي كتخلي اللفخيت ما كتحرقش لنا اثناء القلي كنحصل على نتيجة رائعة ثم كنغليو الماء حتى كي يغلى وكنوضع البطاطس على نار مهيلة لمدة تقريبا عشرة دقائق ومن بعدما كتتسلق لنا البطاطس كنقوم تصفيتها في كس كاس كما كتلاحظوا معايا ان الفريت كتبقى قابطة راسها يعني البطاطس كتبقى قابطة راسها ثم كنصفوها باش كي تسقطر منها الماء وكنتركوها جانبا وفي هاد الاثناء كنوجد الزيت ثم كنوضع البطاطس في الزيت ساخنة على نار هادئة او متوسطة ثم كنتركوها حتى كتتاخد اللون دهبي كما كتلاحظوا معايا ثم كنوضعوها في كس كاس اللي غطيته بالورق او المناشف ورقيا هاد المناشف كتشرب ذك الزيت وبالتالي كنحصلو على خيط خالية من الزيت ومقرمشة ولذيذة كذلك والملح كنتركوها حتى الاخير اثناء التقديم بعد ما كتتسقطر لنا البطاطس او ليفخيت من الزيت كنقومو برشها بالملح على حسب الضوء وهذا هو الشكل النهائي ديال ليفخيت ديال اليوم تمنى ان الطريقة تكون سهلة وتكون واضحة وتكون مبسطة كذلك وتمنى يجبكم الفيديو وما تنسوش خليوا ليع لايك الى عجبكم الفيديو وكذلك تابنوا فلاشين ديالي باش تصلوا بكل جديد حلويات زبيضة كنشكركم دائما على حسن المتابعة والوفاء ونقل لكم تلاقوا مع فيديوهات جديدة ان شاء الله وفي امان الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة